لامست الأسهم الأوروبية مستوى ارتفاع قياس اليوم مدفوعة باستمرار صعود أسهم الشركات المنكشفة على الصين بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادية الضخمة التي تتأخذها بكين وارتفع المؤشر ستوكو ستمائة الأوروبية عشرين في المئة على أعلى مستوى على الإطلاق عند خمسمائة وسبعا وعشرين نقطة تقريبا ويتجه المؤشر لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر إذ استمر على صعود وارتفع المؤشر بفضل أسهم شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مع ارتفاع أسهم إرميز وكرينغ وهوغوبوس وبربري بما يتراوح بين 3 و 4%